ازعجني كلام الوزير جبران بسيل لا للاستقالة نعم لترميم التسوية الكلام للرئيس سعد الحريري بين بهورات شمشومية للوزير الفائق القوة وهوبرات استعراضية لرئيس الحكومة النتيجة خالصة باس بتوقيع حزب الله وبطريقة نزار زكا عندما سئل عن استثنائه الحزب من لائحة من شكرهم على المساهمة في إطلاق صراحه من إيران يسأل رئيس الاشتراكي إلى متى يا فخامة الرئيس ستبقى الأمور سائبة في عهدك متناسيا أنه استبق سؤاله الاستفساري بإجابة وافية لخص فيها الداء والدواء قائلا الاستفراد والغرور والشهوة الرئاسية للبعض وصمت الآخرين أدى إلى تحنيط الطائف ودفنه في بلد يعيش بين النمنم والنميمة دبلوماسية القروض وتخطي المسموح وكسر الحدود باتت شعار المرحلة حتى لا يكاد البلد يرقص رقصته الأخيرة على حافة الهاوية طشطوش دشن هذه الموضة فاخترق الحدود متسللا من الجنوب فارضا وساطة دولية لإعادته والسؤال من سيتوسط لمحوي زلات اللسان التي تخترق كالسهام المسمومة آخر حصون الدفاع عن علاقات الصداقة اللبنانية الخليجية ومعها لقمة عيش اللبنانيين في الخليج فقط في لبنان السياسة هي مسج بين الدولة والدين والبيزنس فقط في لبنان يصبح الجاهل فيلسوفا والغبي مهضوما والثرثري خطيبا والقاتل قديسا بربكم ماذا ينفع الإنسان إذا ربح سلطة وخسر هيبته أمام الناس في معشات الليلة الصحافية محمد نمر فكونوا معنا مساء الخير سيد محمد مساء الخير أهلا وسهلا فيك يعني اليوم ما بعرف إذا بيكفي بالنسبة لكالي اللي كانوا عم بيتابعوا الأيام الماضية السجالات أنه يطلعوا اليوم رئيس الحكومة من أصر بعبدة ويقول المشكلة مش بالتسوية المشكلة بالفلتان يلي كان سائد على صعيد الخطبات كمتابع كمواطن بيرضيك هالتحليل من رئيس الحكومة؟ هو بالنهاية الرئيس الحكومي ما أخذ أبدا خيار تفجير التسوية لأنه هو عارف مسبقا أنه اليوم لبنان محكوم بقواعد سياسية معينة وبتسوية الخروج منها حاليا سواء باستقالة أو بفرد تسوية أو غيره يعني فعلا مثل ما قال دخول لبنان إلى المجهول خليني أعطيكي مثل فلنفترض اليوم طلع الرئيس الحريري وبعد كلها التجاوزات اللي هي بالجملة وقال أنا أستقيل وسأعود إلى فرنسا لأعيش حياتي الطبيعي شو ممكن تكون النتائج؟ أنا أكيد أنه الليرة في لبنان ستهتز خلال 24 ساعة سادر أصبح من الماضي رئيس حكومي جديد ربما لمصلحة حزب الله يعني إذن أفق مجهول ويتحول لبنان ربما بالنسبة إلى الأوروبيين والغرب وأيضا بالنسبة إلى العرب محكوما من إيران بشكل واضح إذن الضمان الرئيس الحريري الموضوع لم يعد فقط مقتصرا على تسوية أو لا تسوية اليوم تحول الرئيس الحريري وجوده أصبح مجبورا بأن يكون رئيس الحكومة لأنه أصبح هو يشكل ضمانة بالنسبة إلى الأمريكيين بتصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة إلى الفرنسيين بمشروع سادر بالنسبة إلى دول الخليج وما تطور من علاقات وفك الحذر عن السعوديين وقريبا نتمنى الإماراتيين في لبنان اليوم إذا راح الرئيس الحريري لم تعد هذه الضمانة موجودة إذن دائما عنده الرئيس الحريري هاجس البلد على الموضوع الشخصي وحتى على موضوع تيار المصر خليني أسألكون أستاذ محمد عم بتقول اليوم الرئيس الحريري أصبح وجوده ضمانة دولية عربية إقليمية هل ضمانة لو لم تكن مطلوبة من قبل سلطة الأمر الواقع كانت بتقدر تبقى حتى لو هو أراد البقاء والدول الأخرى أراده بقاءه شفنا من قبل لمن كان رئيس حكومي كان بواشنطن ثورة القنصان السود أسقطه لأنه كان فيه أرار بإسقاطه اليوم فيه أرار من حزب الله بإسقاط الرئيس الحريري تأكد أنه العدو الأول دائما لحزب الله هو الرئيس سعد الحريري دائما هذا الرجل عنده علاقات مع الأمريكيين ومع دول الخليج ومع الغرب ومع ترند عالمي يخالف إيران وموقفه كان بقمم مكي واضح ومشرف للبنان اللي هو دائما يجب أن يكون وكان تحت الصقف العربي إذن هل هنة اللي عم بيخلوه موجود؟ هيدا سؤال فيه أولا تسويه هاي أولا فيه تسويه أتاتت بيء الرئيس الجمهورية وشو أركان هالتسويه؟ مين كان أركان هالتسويه؟ كل الجميع اليوم اللي موجود بالحكومة هو مشارك بهذه التسويه سواء بمباشرة أو بمباشرة الركيز الأساسي المثلثي كانت مين؟ نعم مسلثي كانت كما قال النائب نواف الموسوي رئيس الجمهورية جاء على بندقية المقاومة هاي الركيز الأساسي سنتين ونصف يعني رئيس الحكومة؟ رئيس الحكومة لا أبدا هون ما فينا نحنا نجي نربط علاقة تيار الوطني الحر بحزب الله مع علاقة الرئيس الحريري مع مكون لبناني عنده أيضا مكون عسكري فرق كتير كبير رئيس الحريري لما فات بالتسويه كان واقع لبنان أمامه فقط هذا الخيار وأيضا لما صارت التسويه بدنا نتذكر أنه كان في حدث جدا كبير هو سقوط حلب وسقوط حلب بوقتها أعتبر نوعا ما انتصار لإيران ومن بعد تنفس الصعادة بشار الأسد وبلش يبحث عن شرعية جديدة وأذا بترجعوني على جامعة الدول العربية أو أذا ما بنرجع إذا نرتاح محور الممانعة سواء بالعراق أو بإيران أو بسوريا اليمن أو بكل مناطق اللي فيها الأذرع الإيرانية اليوم الأمور مختلفة تماما لهيك البعض اليوم عم بقول التسويه لازم تنتهي لأنه الموازين بلشت تتغير بس وضعنا الداخل يختلف تماما الموازين تتغير اليوم إيران تنزف تتألم كالقبط المحشور بالذاوي أبدا بسينة محشورة بالذاوي وبلشت تخرمش تأذي تأذي أو ما تأذي هناك خيار بمتابعة العقوبات آخر شيء بدأت استسلم ما في مجال يعني اليوم كمان استهداف لمطار أبهى هيدا أيضا يعتبر مش إرهاب أكبر من إرهاب تقوم به إيران تجاه المملكة العربية السعودية فاليوم صار في قمم مكة وصار في موقف إذن إيران موجوعة وتنزف بشار الأسد أصبح برسم البيع هالشرعية اللي عم بيحكوا عننا كلها شفنا كيف صارت الفرمة اللي سريعا بعدم عودة سوريا إلى الجامعة العربية بتدخل كتير من الأطراف وهي عربية طبعا وصرنا نحنا بموازين قوى جديد يصار بشار الأسد برسم البيع وأصبحت روسية وتركيا وإيران اللي قدموا سلاح وقدموا دماء طبعا على مصلحة دماء بريئة سورية بدون حقه لهالأمور قدام شعبهم بدون حقه اللي قدموه إذن هيدا أيضا بيدخل بأنه بشر الأسد من يقول أنه النظام باقي وكذا هو دخل أساسا على طاولة التفاوض للبايع إذن هيدا لعب يخلي البعض يقول أنه لازم التسوية تنتهي ولكن الواقع بلبنان مختلف مختلف لأنه نحنا وضعنا الاقتصادي صعب بنفس الوقت الرئيس الحريري أصبح هو يشكل ضماني بطل الموضوع موضوع تسوية أو لا صار موضوع أنه هذا الرئيس هو ضمانة الغرب والعرب والأمريكيين إذا راح عم بيروح لبنان معه ما في بديل حاليا ما في بديل وهذا واضح بالمواقف الأمريكية ومواقف العربية طر الرئيس الحريري بالموقع اللي هو يجب أن يكون فيه وعلى أساسه نساعد لبنان وأبعد لبنان عن المواجهة مع إيران عم بتقول اليوم وضعنا الداخلي مغير تماما للوضع الإقليمي نحنا في التسوية تحكمنا بأسليب أخرى ما بتعتبر اليوم أنه إصرار الرئيس الحريري على هالتسوية يلي باعتراف الجميع هي تسوية حصص ومغانم بين أطراف السلطة هو نتيجة حاجته لأنه يكون بالسلطة ويتحاصص مع باقي أفراده أنا بعتقد الرئيس الحريري أسهله بالنسبة لأله أنه يروح يمضي إجازاته بباريس مع عائلته يعيش حياته شوف الرئيس الحريري الوحيد بالسلطة اللي دخل معه مال وهو الآن في السلطة وعنده أزمة ما من هون جاي الانتقاد إنه هو مضطر لا مش مضطر شو حقق خلال هالسنوات يعني عالج أزماته كل شي على صعيد السلطة هذه مش حتى أزمات يعني تنحكي فيها بصراحة لنجي نقول بس نحن عم نوصل رسالة الرئيس الحريري لا يستخدم الدولة من أجل حاجات خاصة ومصالح خاصة مثل الرجل ضلوا طوال الفترة يتعامل مع كل الأمور بمنطق رئيس حكومي فقط وهذا اللي بيميزه عن الآخرين أمثال وزير جبران بسيل ليتجاوز دائما البيانة الوزاري ويدعس على أقدام الآخرين وكأنه هو يعني هو وزير العهد بشكل واضح يعني 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 بيقوم بكل ما يمثل وكأنه ما في كل ما في قوى سياسية أخرى ما في طوائف أخرى في طائفي وحدي أنا بدي أشتغل عليها وين فيني أدرب جيب مشكل حق استفزاز عنصري وعصبيات أقوم فيه طيب هون رئيس الحكومي اللي حضرتك عم توصفه كرجل دولي نعم ليش بده يسكت عن هالتجاوزات وتخطي صلاحياته من قبل وزير عم بتقول بيدعس على أقدام الكيم نعم مرأة فترة موقت تشكيل الحكومي لليوم نحنا تجاوزنا المئة يوم خلال هالمئة يوم الفريق الآخر قام بتجاوزات بالجملة نعم بالوقت الرئيس الحريري حاطت نظره على مطرح واحد وماشي فيه مثل السهم شو نستفيد نحنا اذا دخلنا بزواريب قلي وقلك وطلع بيان نفي وطلع بيان ردة عليك وردة علي اخر شي بيوقع على المشكل بالشارع وبتروح على الضحايا من الناس بس شفنا بالشارع السنة نعم في هبة ضد الرئيس الحريري سقوته صوته نعم لما وصلت الأمور لمطرح تحتاج إلى يقال لكل الأفريقاء مش بس الوزير بسيل وزير بسيل السيد نصر الله أحد القضاة الحملات اللي قيمة على شعب المعلومات وقواء أمن الداخل كلها احتاجت من الرئيس الحريري وضع النقاط على الحروف والرد على مصادر النيران بخطاب القاه باللغة العامية مع الرأي العام ومن السراي الحكومي اللي عبتم اتهام وفيها بأنه يضعف رئاسة الحكومة فيما هو لما بده يطلع ويعطيه هكذا خطاب هو جاهز بأي وقت ولكن الفرق بين الأفريقاء وبين الرئيس الحريري الرئيس الحريري رئيس حكومي بده ينجح حاطة البلد قدامه بنما هني عم بيشتغله من هلأ إلى 2022 لا يالي انتخابات نيابية أو لانتخابات رئاسية طب على أي أساس اليوم وهو أكتر من دفع أتمان يعني اليوم دفع أتمان لأنه طرف الأضعف لا أش أضعف اليوم الرئيس الحريري ما عنده نفس الأهداف اللي عم يمشوا فيها الآخرين في مين عنده هدف أنه يمسك بهذه السلطة يستغل الدولة بس ما هو جزء من السلطة يا أستاذ محمد هو بيقوم بيواجبه كرئيس حكومي طبعا جزء من السلطة لما بيصير فيه محاصصة بالتعينات ما بيكون هو موجود على طاولة مجلس الوزراء وهو ضد المحاصصة هو ضد المحاصصة والرسالة واضحة كمان بهذا الموضوع وهي أيضا وصلت للوزير بسيل أنه هذا الحكي أنه أنت بدك تستأثر بكل حصة المسيحيين هذا أمر عيب وبالنهاية أنا بالنسبة للي شخصيا أنت وزير خارجي فقط لا غير في الدولة أما خارج الدولة فأنت رئيس تيار اليوم الرئيس الحريري حط الوزير بسيل عند حدوده حط له حدود للوزير بسيل نحن نتمنى الوزير بسيل توصلوا هالرسالة بالنهاية الرئيس الحريري قال لهم أنا مع التسوية ولكن هذي ولكن نفذ فبري وين بدكن تروحوا بعد أنا أصبحت جاهز يعني نوعا ما أطلق إنزار الخطر مع دائما المحافظة على التسوية بس لقامتين بتضمضلنا بهذا الأسلوب ما حدا بيعرف يعني اليوم التسوية مش عم بيصير فيه مس على ترميمة أو لإضافة عناصر جديدة عليها هي باقي أبلين فيها مثل ما هي ولكن بشرط إنه مطلوب اليوم وساطة أو مسعم الرئيس الجمهورية توقف الوزير بسيل عند حدود معين التسوية التسوية ماذا تعني التسوية اللي قام فيها الرئيس الحالي التسوية هي سد الفراغ وتحريك المؤسسات الدستورية بس ما يتخيقون عليه بيمشي واللي ما بيتفقوا عليه بيطعم رحبا بني هاي حكومة وحدة وطنية موجودة يعني الجميع موجود معدى الحزب المعارض اليوم عبيقدم معارضة حقيقية حزب الكتائب بس كلهم موجودين عبي ياخدوا قرارات بولكن المخالف بالموضوع انو الحكومة تنافس بالداخل معارضة ومولاد هيدا ما يزعج الرئيس الحريري نعم انو اليوم ان احنا كلنا اتفقنا على موازنة بقل بالحكومة وطلعتوا وقعتوا بابعبدة مازلين تعملوا بمجلس النواب امور شعبوية تبلي خي ما توفق من الحكومة يا حق الاطراف اللي موجودة بمجلس النواب اللي هي مستقلة او منها موجودة بالحكومة تبدي رأيها بس انت ممثل بالحكومة خلاص بدنا نخلص مسار سادر يحتاج الى المزيد من المتطلبات خلصنا قانون التجارة انتقلنا الى خطة الكهرباء اللي ايضا جيد تم الطعم فيها لضرب المشروع اللي كان عبيحاول يقوم في الوزير بسيل من بعد وصلنا للموازنة يعني الرئيس الحريري راضي عن لا مش قصة راضي ما هون نحن القول راضي دائما وكأنه الرئيس الحريري هو الوحيد حاكم البلد في توازنات بتصير هو جزء من هالمنظومة اللي حيت من بلد المحاصصة نعم هو جزء يبدي رأيه ويشارك ويشارك في اطراف تانية عنده ايضا رأي وهو من يوم بده يقطع شوت لانه شاعر بالخطر الاقتصاد على لبنان طلعت الرئيس الحريري على اسرب عبداء انت كيف قريتا شو الرسالة المطلوبة اليوم وين احنا وين الرسالة واضحة التسويية مستمرة نعم من اجل الاسراع بالمشاريع التي تنقذ البلد اذا لبنان اولا طبعا خلينا نحن نكون واضحين لانه نحن عم نتحدث وكأن المستشار الخاص للرئيس الحريري لا نحن عم نحكي بصفة انه عم نحلل لا نحن عشان نكون بهذا المنطلق انا طبعا عم نحلل بهذه القراءة بعيدا عن رأي الشخصي انا عندي رأي شخصي طبعا كان يناقض التسوي بموضوع السيادي نعم ولا يزال انه اليوم حزب الله بموضوع السيادي حتى بايصال رئيس جمهورية بهذه الطريقة كل هيده نعم ولكن كان في واقع نحن عم نجي نحلله ليش اضطرينا نفوت بهذه التسوي كالبنانيين عم نحكي او كافريقاء موجودين هيدا هيدا السؤال طب اليوم بعد كل اللي صار استاذ محمد نمر بتعتبر انه صلاحيات رئيس الحكومة بخير صلاحيات رئيس الحكومة كما قال الرئيس الحريري هي بخير اعتقد بخطاب واحد قدر يحط الحد لكل من عم يضعصوا على اقدام الاخرين ولكن ما في شك انه خلال فترة تشكيل الحكومة وصولا الى اليوم هناك من تجاوز مش الصلاحيات هناك دستور موجود دستور امام الجميع وفي اتفاق طائف امام الجميع وفي مواصيق دولية هيدا اللي عم بتخلي يقربوا على صلاحيات من الصلاحياتهم يعني اليوم مثلا ونطلع بتصريح من وزير بالحكومة يدعى الوزير الياس بو صعب بيرجع بقول علينا لننتظر الحل بسورية لأعادة النازحين ارجوكم التزموا ببيان وقعتوا عليه في بيان وزاري بهيدا الموضوع بقول لابد من ابعاد موضوع اللاجئين السوريين عن التجازب السياسي كما طلب رئيس الجمهورية ميشيل عون اثنان القيام بما يتطلب من علاقات مع روسيا ضمن المبادرة الروسية التي أسقطت حملة رئاسة الجمهورية والطيار الوطني الحر لأعادة اللاجئين بهالتوقيت ووضعتها بأن يجب أن تكون وفق الظروف المؤاتية في سوريا بين مزدوجان إعادة الإعمار إذن بكفي هذا التحامل من أجل إثارة العصبيات المسيحية ودفع المسيحيين لمكان ما بيشبهن في تصرف عم بيكون داخل هذه البيئة من قبل الوزير بسيل تحديدا طيار الوطني الحر عم يأخذ عم يعمل لعبة دائما تعتمد على الطائفية وإثارة المشكل بعمل خلاف مع سنة مشان أنا خوف المسيحي بعمل خلاف مع درزي لخوف مسيحي بعمل خلاف مع الشيعي لخوف اليوم الوزير بسيل عنده مشكلة مع القوات اللبنانية بموضوع وزارة المهجرين وبإعلان النية عنده مشكلة مع الرئيس بري بموضوع وزارة المال والتعدي على صلاحيات وزير المال وأيضا بخلافات قديمة خلت الرئيس بري يدخل بالتسري متأخرا عنده مشاكل وزير بسيل مع التقدم الاشتراكي بدعم حلفاء النظام السوري بالجبل ومحاولة محاصرة وليد دا عنده مشكلة مع تيار المستقبل بخطاب فتنة وطائف مزعج ما بيحقق له أي نتيجة غير الفتنة وعنده مشكلة داخل البيت الداخلي العائلي وعنده مشكلة أيضا مع معارضين من تيار الوطني الحر مين بدو يجيبه رئيس جمهورية ممكن نعرف أنا أعتقد اليوم رئيس رئاسة الجمهورية تتضرر بسبب الوزير بسيل هنا الضرر صار مش رئاسة الحكومة الضرر صار على رئاسة الجمهورية حافظوا على هذا الموقع أنا أسأل اليوم أين رئيس الجمهورية من تصرفات الوزير بسيل رئيس الحريري سألوا للرئيس الجمهورية السؤال برأيه ما أعرف وجه الملاحظة ووجه الرسائل بشكل واضح وطبعا مفترض وصلته يعني رئيس الجمهورية موجود بقصر بعبدة هو من كرمه الدستور بأن يحلف عليه وهو من يجب أن يكون حامل الدستور أولا وأخيرا بس هون أستاذ محمد نمر واضع أركان التسوية طبعا اجتماع باريس الشهير يلي تم بين الوزير باسيل ورئيس الحكومة يعني اليوم هالثنائية يلي اتهمت بأن هي الأساس يلي زرعت هالثنائية ما بق فيها الثنائية بين الرئيس الحريري والوزير باسيل انتهيت بعد اللي صار بعتقد لما يتجاوز حده الوزير باسيل بده يتوجه له الملاحظة هذا اللي صار بس نحن من النهاية ملنا بغابة أو مزرعة هذا رجل دولي رئيس حكومي مش فاتح انكياته ميليشياته وأوصني لأوصر حتى هو خلال فترة مئة يوم ما بينشي على طريقة انه انا زعيم تيار المستقبل هل كان الوزير باسيل سيقوم بكل هذه الزلات اللسان يلي كما سميت هيك فقط لمشروع شخصي شوفي انا اعتقد انه الوزير باسيل يتمتع بالزكاء ما يكفي لو اوصلوا الى هذا الموقع كل جميع يقول هذا الرجل عنده من النشاط الكبير ولكن عنده من الحماسة ايضاً اللي عم بتسبب له ضرر بقلب البيئة اللي عم بيحاول يشتغل عليها استقصار بالمسيحيين قصارة المسيحيين اليوم نحن ببلد من زمان يعيش على العيش المشترك ما بين مسلم ومسيحي فاتح قضية التوطين الفلسطينيين عنا موجودين بلبنان ما بعرف يعني عشرات السنوات ولليوم ما نزلوا بتظاهرة واحدة طالبوا فيها بالتوطين تظاهرة واحدة أربع أشخاص يوقفوا رفعوا يجبولي صورة أربع فلسطينيين وقفوا قالوا بدخون توطنونا بس هون عم تنسى في صفقة القرن طالوح بالأفق هايدي حكي فاضي صفقة القرن ما في صفقة القرن في مؤتمر بالبحرين عم بينحكي فيه بس أنا تقليلي هلأ اليوم مؤتمر البحرين نحن دولة ولا مش دولة نحن دولة أو مش دولة اذا كنا دولة جميع الأطراف رفضت التوطين خلص مدلق دغطاء اللي هو يعتبروه هو السنة المسلم علما أنه هو يرأس طيار عبر للطواقف هو قال أنا أرفض التوطين شو بدك بعد مين بدك بعد يجي إليك أرفض التوطين الفلسطيني نفسه إجي إليك أرفض التوطين كل ما يطالب فيه الفلسطيني المزيد من تسيير الأمور الحياتية يا أخي بدي أشتغل بدي أكل بدي مستشفى يطببني إلي عشرات السنين عندك بعد ما نحلط القضية هذا كل ما في الأمر طوطين وين طوطين طبعا هو الخوف من الطوطين هو يعود إلى مشكلة الديمقرافية السياسية أنه المسلمين هني ياخدوا الجنسية وتتغيروا قوة السياسية بس بعيدا هذا الشي ما في حدا في لبنان هذه مخاوف حقيقة ومرتكزة على أرقام لكن ما في حدا قال بده يوطن من إحنا اليوم مرسوم التجنيس الشهير يلي طعن فيه ونام بالأدراج وما بعرف شو صار فيه كمان يعني ما هي كلها مخاوف تثبت هو نفسه من أعطى مرسوم تجنيس لرجل أعمال سوري يدعى سامر فوز واليوم اتضح أنه هو موجود على أحد العقوبات الأمريكية هل لأنه هو رجل أعمال ويستفاد منه بالمال بعطيه جنسية والفقير اللي قاعد تحت الجسر هل ما بعطيه جنسية هل الشاب اللي كان موجود بترابلوس وحاول يدافع عن الناس باعتراض الإرهابة مبسوط هذا ما بيستحق جنسية ما بيستحق فيه نحن يابدنا نكون عندنا إنسانية لا نحن مع هذا عم بيقول بده جنسية للفلسطينيين الفلسطينيين نفسه ما بيقول هذا الشي ونحن أساسا نرفض التوطين في لبنان لأنه ضد عودة الفلسطينيين إلى قضيتهم وكأنه نحن نشرع الوجود الإسرائيلي تاب اليوم إذا افترضنا جدلا أنه الرئيس الحريري أوجد حل هيك على طريقة داويني بالتي كانت هي الداء بموضوع الخلافات مع التيار الوطني الحر كيف رح يحل هالخلاف داخل تيار المستقبل يلي بيعتبر أنه هو فرط بالصلاحيات نا ما بعتقد فيه شي اسمه خلاف داخل تيار المستقبل أنا حسب فيه تملم فيه وقت من بعيد فيه عم نحكي داخل تيار المستقبل أو داخل الشارع السنية نا فيه تململ بالشارع السنية من أداء الرئيس الحريري هناك ديمقراطية كافية لأنه كل واحد يعبر عن رأيه أما الشارع السني فهو طبعا هناك أفريقاء آخرين عندهم أجندات أخرى تختلف عن الرئيس الحريري ويهمهم أن يكون هدفه استهداف وتشويه صورة الرئيس الحريري داخل التيار الأزرق اليوم برأيك الكل مجمع على أنه أداء الرئيس الحريري كان جيد وأنه اسمعنا يعني وزير المشنوق اسمعنا من دار الفتوى وابن ابن الطيار لا فيه فرق وزير المشنوق وابن نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري طيب وليس من طيار المستقبل عم تفرق هلا بين الرئيس الحريري الشهيد وطيار المستقبل لا فيه شي حزبي اليوم أذا واحد حزبي ملتزم بقرار الحزب وباجتماعات الكتلة وغيره طيب يوم الوزير المشنوق عنده مشكلة مع طيار المستقبل ولكن ما عنده مشكلة مع نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري يعني اليوم طيار المستقبل بات فقط هو كحزب ما بيشمل أيضا المناصرين يلي كانوا بيعتبروا أنه قضية الرئيس طيار المستقبل هو طيار عنده هيكلية وعنده أمين عام وعنده كوادر ومكتب سياسي وإلى آخرين وأيضا الرئيس الشهيد رفيق الحريري عنده محبين لنهجه ومين شاركوا معه بمسيرته وبينهم الوزير المشنوب الحريص كل الحرص على الشارع السني والحريص على الحريرية السياسية بمن فيهن الرئيس سعد الحريري أما إذا تم الحديث بالإعلام وبملاحظات مع الرئيس فهنا الشغلة الكبيرة يعني تملموا وكأنه الشارع السني لا بعتقد بعض خطاب مبارح فينا نشوف نحن الأراء داخل الشارع السني اللي هي تتمنى أنه يتابع الرئيس الحريري بهذا الأسلوب ولكن دائما نقول الرئيس الحريري كل رسائل لكل اتجاهات اجتمع مع الرئيس بحسب معلوماتك طبعا أنت كصحافة متابعة كان فيه لقاء نحكي عن اتصال أو لقاء بين الرئيس الحريري والوزير بسير صار هالاتصال واللقاء؟ فيه معلومات أنه صار اتصال ده اتصال ولا لقاء؟ لا اتصال اتصال لا فيه ناس حكيت عن لقاء صار؟ ما بعرف يعني أنا حتى عم بقلك أنه صار اتصال وبناء على ما اطلعنا عليه بقوة أمن الداخل لا يعني الوزير بسير بيعتبر أنه ليش شخص واحد بده يتفرد بالقرار بها المؤسسة الأمنية؟ شوه كمان يشاركه وما هو هذا المشكلة اليوم الوزير بسير بده الضباط الموجودين بقوة أمن الداخل المسيحيين يصيروا يقدموا استقالاتهم يحطهم مع طعول استقالات النواب واستقالات كمان الوزراء ويصيروا عنده طب شو المشكلة اليوم؟ ليش الوزير بسير عم بصوب على قوة الأمن الداخل برأيك انت؟ لأنه بده يتدخل فيها ليش؟ شو الهدف يتدخل فيها؟ جاي من طرفان من تيار وطني الحر ومن حزب الله هذا الجهاز ربما الوحيد اللي حزب الله ما قادر يوصله يأثر عليه وعم يمشي بمسار الصحيح هذا الجهاز واثنين الوزير بسير عم بيحضر للرئاسة في 2022 وبكل مؤسسة الدولة هو يحتاج إلى أطراف ومنهم قوة أمن الداخل واليوم قوة أمن الداخل اللي وعس ما من أول ما أجه طبق مبدأ السواب والعقاب ومشي فيه للآخر ما عنده مشكلة فيه وحتى صار فيه مشاكل مع أطراف سياسية قريبة من تيار المستقبل وغيرها بسبب أنه هو يريد أن يحاسب الشخص اللي عم يأثر وبدو يكافئ الشخص بس هون كمان ينتقل تيار المستقبل وتحديدا فريق الرئيس الحريري أنه ليش نحنا بدنا نحجم قوى الأمن كمؤسسة ونقص قصة أو نعمل على على إياس شخص واحد مين قال شخص واحد؟ هذا مرير لقوى أمن ليش يا شخص واحد؟ طب اليوم ليش ممنوع بسنا نلمس باللواء عماد عثمان؟ ليه؟ ليش بده يلمس فيه أساسا؟ خبروني شو عامل اللواء عماد عثمان؟ هو متهم من قبل الأطراح يتهم حكي إعلامي يروحه يرفعه من يحكي شخص مثل اللواء عثمان ما عم بيرد على الناس صغار عم تحكي على السوشل ميديا تتهمه يروح يجيبه الشخص اللي اعتدى عقواء من الداخل بالجهلية ويجيبه القاضي اللي غطى عملية الجهلية ويجيبه القاضي اللي راح غطى وحدة وبرأة وهي مركبة مرفات شو عمل اللواء عثمان؟ يجيبه دليل واحد قصة الأبار أبار ارتوازية يروح يجيبه الوسائق اللي نازلي من قصر بعبده وطالبي بأبار ارتوازية ما بدها الآن خلانكم واضحين أبار ارتوازية جاي في أمور جاي في وسائق مؤقبة بطلب طب هيدا دليل جديد أنه في محاصصة بالدولة ما في محاصصة في موقع رئاسي أو موقع معين يطلب من جهاز معين أي طلب معين ضمن الأسس الدستورية يتفضلوا يحكوا فيه يعني إذن الأصب اللواء عثمان اليوم أي استهداف لأله هو يشبه ما قام به مبسوط في طرابلس هو استهداف للأمن في لبنان وإذا بلش واحد صغير يستهدف رجل دولي ورجل أمن على الدنيا السلام خلاص بصير أي واحد ماسي بالشارع بيحكي عن قائد الجيش وبيحكي عن مدير عام أمن عام وبيحكي عن قائد قوى أمن داخلي ببطل فيه أمن بالبلد وبيبطل فيه دولة وبطل فيه نظام هذا شيء معيب بعدين ليش دائما بدنا نحن نمسك الإعلام للرد على بعض كل المشاغل بس ما هايش سراتيجية اللي حكيتنا عنا هلا هايش سراتيجية المستقبل بالمرحلة المقبلية ليش سراتيجية هايدي اليوم ردوا وقفت هوند بعد مئة يوم من كل الحكة اللي صار حطوا حد هاي ده الزيح من بعده نحن عابقولوا تيار المستقبل والرئيس الحريري نريد متابعة بمنداء الدولي بالمشاريع عنا مشروع سادر عنا كتير أمور وضع البلد مش منيح نعم على الآخر أنه يبادل بنفس الطريقة يعني يوم إذا ما بادل ويمكن الأمور تختلف ساعتها آه فيه يعني بعد فيه أمكاني للتصحيب مش بخ هذا الخطاب اللي كان مبارح واضح أنه الرئيس الحريري عم بقول كفا إذا ما بتكون توقفوا الأمور بقى تروح لأ مطرح تاني بس مش رح يستقيد لا استقالي ما في آه يعني بقي هادي مش موجودة ما بعرف حتى يعني منا موجودة أبداً هيدا الحكي بموضوع الاستقال وليش لكن نسمع فيها أكتر من يوم الأعلان بيروحه بيروحه بيجي بحط أي شغلة تنتقل كله بيحكي عنه طب سؤال اليوم حكينا عن علاقة التيار المستقبل بالتيار الوطني الحر حكينا عن علاقة نوعاً ما متوترة مثل حضرتك جبت سيرتا مع الاشتراك وشفنا تداعيات الأسبوع الماضي حول بلدية تشحيم ليش هادي عرضية كانت خليني أقول عرضية خلصت بوقتها بس على ما يبدو مبارح وليد بايك رد على كلامه هو رد الرئيس الحريري واقتصر الوليد وليد رد علي الرئيس كل قصده كان هي بمحبة عم بيقول الوليد وليد بما يعني هناك من علاقة جداً متينة بين اتنان بقيت كدلك شغلي بعيداً عن هيدا الحكي الأعلامي اللي دائماً بياخدوه الناس وكأنه في شي بالعمل وهيدي مشكلة عند الناس على فكرة أنه السياسيين بتساجلوا أحياناً مع بعض الشارع بينطفد بيفوتوا ببعض الناس بتعلق مع بعضها أخر شيء بيرضوا المسؤولين وبتفوت تطلعها على الناس إبعاد الموضوع على الأعلام هو كان لما قال الوليد هو عم بيحكي بمحبة اليوم الصداءة اللي عم بيحكي فيها هلأ برجع باللك هيدا عرضية بين تقدم الاشتراكي وما بين الرئيس الحريري وتيار المستقبل في توافق العمق استراتيجي سواء بموضوع السوري أو بموضوع الإيراني أو بموضوع العربي وكل هيدا هي تفاصيل صغيرة وبتصير على الأعلام بشكل طبيعي بس على رياض وزراء الاشتراكي ما كتير راضين عن الموازنة اليوم سمعنا الوزير وقال أبو فعور يعني عنده ملاحظات كبيرة حول الموازنة حتى بمجلس النوار وحتى التيار الوطني الحر وحتى حزب الله كل من شارك بالموازنة عنده ملاحظات بس للعالم ما في غير تيار مستقبل ما عنده ملاحظات عن الموازنة لا لأنه عملها يمكن لا مش لأنه أعمالها بالعكس لي نحن مش أنا أعمالها عندك تحمل عتيار مستقبل مش طبيعي لا مستحمل أنا عم بنقل عم بحاول إنقل الوضع باللي بالشارك لا بس هو لأنه أنا عطيت رأيي بالحكومة كافة شعبوية وكافة مظاهرات بمجلس النواب وكذا من أخر من أخر خلص حكومة من الأول كان فيها ووصلنا طبعا في بعض لنا أطراف بقل مجلس النواب يحق لها خليني أنتقل صفقة إطلاق صراح نزار زكا يعني بالساعات الماضية كان ليفت تداعيات هالموضوع هل الدولة كانت فاعلة ومتدخلة بالإفراج عن نزار زكا أم مجرد متلقي لما كتب في الأروقة الإيرانية وحلفاء إيران في لبنان بهذا الموضوع ما فينا غير نروح لصيغة التحليل صراحة لأنه ما فيه معلومات على مستوى أمريكي أو مستوى جدان كده بالموائف صحيح بموضوع الإيراني ظهر بوكالة فارس اللي هي تمثل حرس ثورة الإيراني أنه هذه الصفقة هي لمصلحة سيد حسن مصر الله ومش بس قالت هيك وكملتها وهي ليست لأي طرف آخر أو حكومي نعم يعني كمان هذه رجعت وكالة تنسيم وأيضا غير وكالات قالوا لا هي للرئيس مشال عون أنا أعتقد طبعا بالنهاية حزب الله هو ممثل إيران في لبنان ما نحن ندحك على بعض من الروح بعيد ومن تدخل أو من أراد هو حزب الله أما السؤال لماذا فهون اللي منحط علامات أسئلة هل هي لصفقة أو هي لتبادل صاير آخر أم هي رسالة إيرانية ولكن بعيدا عن كل هذا الشيء ما يهمني أنه رجع نزال زكة من المعتقل رجع من عذاب رجع من دولة وقفت له حريته ومارست عليه أقصى أنواع يعني شو بدي خبرك القمع بشكل جدا كبير هذا أهم شيء رجع من خير وسلم في تصريح بالساعات الماضية لوزير الخارجية جبران باسيل بيعتبر فيه أنه إطلاق نزار زكا هو مبادرة فتحت الأبواب بين واشنطن وطهران برأيك ما بعرف أذا اليوم أدي حجم الوزير باسيل بالحديث ما بين واشنطن بس وزير خارجية ما عقول يحكي هايكلام عندما يكون مستند على معلومات اليوم لبنان هو ساحة بالنسبة لكثير من الناس ربما عنده رمكة قراءة اليوم في قراءة أنه اليوم إيران ليش بده تقدم الشخص بالنسبة لألة بتعتبره أماركاني وهي لا جيسوس ولا شيء رجل واضح قدام الجميع كان شخص مهندس وما عنده أي مشكلة بهذا الموضوع وعبت قدموا السؤال قالوا أنه هذا الشيء مبادرة من إيران لأمريكا ما المقابل ما حلم يعني هل يكون المقابل أيضا له علاقة بموضوع ترسيم الحدود برأيك ترسيم الحدود بمطرح ممكن بس بستبعد كمان شوي بهذا الإطار هو لا شك أنه كل علاقة ترتبط ببعضها ولكن موضوع الترسيم أمر آخر اليوم نحن زيارة ديفيد ساترفل إلى لبنان ربما تكون الأخيرة وحسب المعلومات أنه كان جاي بمواقف حاسمي إلى لبنان لأنه زيارته الأخيرة وتقول المواقف أنه إسرائيل تريد صخف للمفاوضات بناحية التوقيت وهذا لبنان يرفضه نعم وأيضا ترفض خلينا نقول مش بشكل كلي ولا بشكل حاد وجزري تلازم المسارين البري والبحري ليش؟ لأنه اليوم إسرائيل تعتبر أنها رسمت الحدود البرية مع لبنان أساسا بالحواجز الإسمنتية وجدران الإسمنتية اللي حطتها من فترة واللي اعترض لبنان على كم نقطة فيها لتتعلق بمزارع شبعة وتلال كفرشوبة إسرائيل تعتبر ربما أن تلال كفرشوبة ومزارع شبعة هي من ضمن الجولان وهي أراضي لغير لبنانية وهي أراضي سورية خصوصا أنه كان في مخفر سوري سابق فيها ولكن شو اللي عم تحاول تعمل إسرائيل عم ترمي الكرة ما بين لبنان وسوريا اليوم سوريا أنت أذا أنت تقولي هاي مزارع شبعة لبنانية تفضلي قدمي الخرائط والوصائق إلى الأمم المتحدة وأثبت الشرعية لهذا الشيء أما حزب الله فهو لا يريد هذا الأمر بده يخليه عالق لأنه سيكون الزريعة الأخيرة ترسيم يعني هاي الليونة ما كانت ظهرة من قبل شو اللي دفع اليوم الحزب الله يكون أكثر ليونة فيما خاص الترسيم مع إسرائيل اليوم يبحث حزب الله عن ورقة جديدة لمصلحة إيران هو يريد بمهما كانت الأشكال أنه يدخل لبنان فعلا ب المفاوضات مع إسرائيل غير المباشرة طبعا ليه؟ من أجل أنه تكون هايدي ورقة بإيد إيران أنت ما بده بيعطلها أنت ما بده بيكملها بده ورقة جديدة بيقيده خلال هايدي الصراع اللي صاير أما الأمريكان فهني عبي حاولوا يسحبوا زرائع سلاح حزب الله في لبنان وأيضا عندهم شركات ويهم أنه هني يستلموا موضوع غاز والنفط في لبنان يعني مش قصة بتعتبر أنه هو فايت تعطل حزب الله يعني هاي فايت ليستخدمها إذا هو احتاجها حيعطلها إذا ما احتاجها حتكمل طريقة اليوم الترسيم إذا صارت في مسؤول إسرائيلي قال لريترز من أسبوعين تقريبا أنه المفاوضات قد تكون بعد أسابيع أسابيع يعني نحن عم نحكي أكتر من شهر ونص مثلا أكتر من يعني عم نحكي بست سبع أسابيع وما ننسى عنها انتخابات إسرائيلية فإذا هي إما مؤجلة لما بعد انتخابات وأما هي ستكون قريبة جدا مع الانتخابات قبل إذا كان نتنياهو أعتبر من موضوع الترسيم حيفل ديفيد سترفرد وجاي خلفه شينكر وهذا شخص مقرب جدا من إسرائيل شينكر وهم بدنا نفوت بمرحلة جديدة وبشخص جديد تتوقع أنه ما تبقى المفاوضات كم لما سيرتها من النقطة التي وصلت إليها يعني بدنا نشوف بهلأ الزيارة بعده مستمر العملية نشوف لآخر الليل وين بقى توصل الأمور بس أنا لا أتوقع أنه في ترسيم بالوقت الحالي يعني شو هي بالون هيك مش بالون محاولة بدنا نشوف إذا لبنان رجع قال أنه أوكي بحط سقف أو إذا إسرائيل تراجع يعني بعد ما توضحت إذا كان فيه أجوة بيحملها معه اليوم اليوم بدي يحمل هو الجواب اللبناني إلى إسرائيل هلأ وصل من إسرائيل وقال أنه أنا بدي حدد سقف لأنه إسرائيل ما بدي تظلم مفاوضات مفتوحة وأنت ما بدي كنت تعطلوها بس الموقف اللي صدر اليوم بعد لقاء ساترفيل مع رئيس بري كان يوحي وكأنه فيه إيجابيات لأن الحقوق فيه طرف آخر يبدو إذا لبنان ما عم نقول إحنا إذا لبنان فات زبط الأمور مع إسرائيل أو زبط مع ساترفيل ممكن تكون مشيت بس أنا لا أتوقع أن الأمور حتنتهى سريعا وأنا أستغرب حتى تصريح رئيس جمهورية أو وزيرة الطاقة وكأنه الغاز سيطلع لنا بكرة أنا أستبعد منك متفائل بالغاز؟ مني متفائل في بعض المناطق اللي ممكن فيها غاز لا تخضع لموضوع الترسيم حكمية أساسا ضمن المنطقة اللبنانية ولكن بموضوع الترسيم أنا بعدني مني متفائل خليني أسألك عن الأمن في البقاع في الشمال طبعا الأسبوع الماضي شهدنا يعني اهتزاز أمني كبير بترابلوس اليوم من يريد إسقاط الأمن في لبنان وشو المصلحة اليوم من عودة الظهور الإرهاب الداعشي بالداخل اللبناني مين بيخدم هالموضوع؟ هدا إذا اقتصرنا الموضوع بالأمن بس على الإرهاب الداعشي لأنه ليس هناك بس إرهاب داعشي في لبنان في طرابلوس شفنا داعش وفي الشراوني شفنا ميليشيات مسلحة أيضا وفي عين دارة شفنا ميليشيات مسلحة هتفلت الأمن شو بيعني لك أنت كمراقب كمتابع في مين بيربط بين هيدا العمليات ولكن هي موجودة أساسا يعني الموجودة بالشراوني هي تقصير دولي واضح أنه هيدا تلجم هالميليشيات المسلحة ميليشيات المخدرات والتهريب ما عم تلجمها وفي غيطاء لأيرا واضح من حزب الله معه بيقدر هو كمان يتدخل بالموضوع قدر على داعش وقدر على النصرة وما قدر على جميعه الموجودين هناك يوقفون عن تحدهم ليبقوا أهالي الشراوني وبعلبك بخير وسلام وأمن وأيضا بطرابلس بموضوع داعش هذه حالة فردية وأطلق عليها زائب منفرد وانتهت عندها برأيك انتهت هون طبعا لسبب أن لبنان وتحديدا البيئة السنية المسلمة ليست حاضنة للإرهاب ولولا ذلك لكان لبنان بين إيران وبحروب من عام 2011 إلى اليوم هل تعتبر أن هناك نحن كالبيئة السنية بنقول من هي البيئة السنية البيئة السنية هي من قدمت الدم برئيس الشهيد رفيق الحريري من أجل الدولة بالمفتش الشهيد حسن خالد من أجل الدولة بالشهيد كرامي من أجل الدولة كلهم هيدولي من أجل الدولة داعش لا علاقة لها لا بالمسلمين ولا بالسنة من يريد استهداف أو إسقاط الجيش اليوم في امتحان الأمن برأيك بهالمناطق فيه مس على إسقاط الجيش في الامتحان؟ فريق آخر مسلح غير الجيش اللبناني في لبنان كل الأطراف الثانية اللي هي خارجة عن الشرعية حتكون بالنسبة لألة هذا الحزب هو نموذج لألة بس هذه المشكلة يوم مشكلة الأساسية في لبنان هي حزب الله هي مشكلة سوسي بالبلد سوسي غير شرعية حزب الله طرف سياسي مكون جماهيري مكون وموجود ولكن هو بقلب دولة عليه أن يحترم اتفاق طائف الدستور الشرعية اللبنانية المواثيق الدولية إذا احترمهم بصير عنا لبنان جميل لبنان بخير هو لا يحترم اتفاق الطائف هو لا يحترم سوى القرار ولي فقه فقط لا غير ألا يمسك اليوم حزب الله بكل مقاليد السلطة في لبنان لا ما فينا هاك لأنه لو كان هاك ما كان الرئيس الحريري يقدم الموقف في قمم مكة وانزعج السيد نصر الله من الأمر بس لماذا قابل الرئيس الحريري برابط نزاع مع السلاح أيضا هو أحد شروط التسويق الرئيس الحريري ما عنده ميليشيا يروح يواجه فيها سلاح صار عنده صواريخ دقيقة ومصانع وغيرها هيدا حزب الله طبعا لابد من الداخل بمواجهة سياسية لأله ولكن بإزالة سلاحه أعتقد أن لبنان عاجز عن هيدا الموضوع حتى أشعر آخر نتمنى أنه يكون في زوال للسلاح بقرار من حزب الله باستراتيجية دفاعية ما أعرف ضم سلاح أو غيره إلى الجيش بس يتحول إلى حزب سياسي يشارك بالعملية السياسية يتواجد بالسلطة إلى آخره من دون سلاح وقتنا انتهى الصحافي محمد نمر شكرا كتير لوجودك اليوم حوالت أني شوي هيك استفزك بس ما كتير نجاح على كل حال أنا وياك حبي أختم بعبارة هيك ريتا ولفتتني وبحصة بتلمس كل لبنان اليوم يلي عم بيعاني من الضائقة الاقتصادية عم بيعاني من أنه الدولة عاجزة نتيجة السرقات والصفقات بتقول العبارة هي للشاعر أحلام مستغانمي بتقول فيها لابد أن يحاسب اللصوص مهما كانت درجتهم لأن هؤلاء لم يسرقوا مالا بل سرقوا أحلام شعب بكامله وصرقوا تلك الثقة الأخلاقية بين الراعي والرعية التي تجعل من بلاد وطنا على أمل أنه نصبح نحن عايشين بوطن مش بمزرعة نتمنى هيدا الشيء ولا بهايك دكانة كما بيقولوا بالفعل قال أساسا للرئيس الحريري أنه البلد ماشي بيعرضه بطريقة غلط لابد من وضع الأمور على نسبة جديدة نتمنى ونأمل ونسعى طبعا وما على الله إلا أنه هو يستجيل الحمد لله أنه كمان لعنا أمن في لبنان الحمد لله الناس مش عم بتقاتل بعضا بلبنان الحمد لله اللي ناطرين سياحة ترجع بلبنان الحمد لله اللي في المشروع ممكن ينقذ البلد اقتصاديا في لبنان الحمد لله اللي قادرين الناس اللي حتعمل امتحانات رسمية رغم بعض المشاكل فيه كتير قصص لابد أن نقول عنا الحمد لله كبلد عربي حوالي نيران عم تجري واليوم نحن بعدنا على الأقل نقول الحمد لله بألف خير منقول الحمد لله ومنقول شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة الليلة من منشات المسا بتبقى لكم أطيب تحيات فريق العمل المؤلف من ريتة أسعد الزميل جوزافي كريم والشكر كبير طبعا لضيف الليلة الصحافي محمد نمر نعطيكم موعد نحن الأسبوع المقبل تصبحوا على ألف خير صوت لبنان موسيقى 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 اشتركوا في القناة